السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحباية الله وصف السالس درس جديد معلومة جديدة في درس شيء من دروس العلوم درس اليوم إن شاء الله عن الموقع والحركة درس اليوم عن الموقع والحركة شباب الدرس داخلنا معلومات سابقة عنه في الصف الأول والثاني فكرة ما جديدة لكنها قد تكون شوية أوسع وأكبر بما تناسب عقليات الصف الثاني شوية معلومات أكثر من اللي أخذناها في الصف الأول والصف الثاني لكن المموع ليس جديدا عنه طيب شباب قبل أن ندخل الدرس خلينا بس نسو شغلة صغيرة كده نتعرف منها على من مركع ومن حركة وهو إيش مقدمة درسة نتخيل سويات أننا سوينا نموزج من هذا الدورة وكرتين نموزج وضعنا على أحد جانبين مموتيز وضعنا على الجانب الآخر محرك صبيحة أما أحد يمسك لي موقع هذا النموزج بالنسبة للمموتيز وبالنسبة للمحرك ها أحسنت برافو عليك سؤال وجيه ترصف من وجه مهري أنا وكأني أنا اللي لا أرصف النموزج وكأنك إنت واقف مكاني عشان تعرف أحد بالنموزج ثين بالنسبة للمموتيز وبالنسبة للمحرك رائع ممتاز إجابة رائعة أحسنت برافو عليك إجلس فضا فعلا زليكم بيقول أني المحرك محرك الكهربي يقع على بالنسبة لي يقع على يمين النموزج يقع على يمين النموزج والمموتيز يقع على يصار النموزج يصار النموزج طيب برافو عليك ممتاز إذا إذن نحن حددنا أي موقع بالنسبة للنموزج بكلمتين يصار ويمين فأنت لو أقول من عندك بموزج نظرك إنت وكأن النموزج أمامك هتعكس يبقى فعلا كلامك صحيح يعني مصبوط إذا نحن ننصد النموزج بموقعه بأشياء تعيارية حوله هل هذه الأشياء تقع يمين يصار أم تقع أمام أم خلفه وبهذا نتمكن من تحديد موقع النموزج دعنا نخل الموزج دخلنا إلى درس اليوم إن شاء الله اللي هو عفل الموقع والحرار شباب أول شيء نتعرف عن كيف أصد موقع جسم كيف أصد موقع جسم أول لدنا هو الموقع الموقع هو مكان الجسم مقارنة بجسم آخر وعلى أن تسلم التعريف أنا أريد منكم إن أحدكم يحدني موقعي بالنسبة لهذه النموزج ومن نسبة لهذه النموزج ومن نسبة لهذه النموزج رائع ممتاز موقعي أنا يقع على يميني على يصاري هذا النموزج ويقع على يميني تلك الملسج مرفعي وبذلك نستطيع أن محدد موقع جسم ما مقارنة بجسم آخر ولكن استعمال كلمات محددة هي فوق تحت يصار يمين فوق تحت يصار يمين فهذه الكلمات هي التي تحدد لها بدقة أين يقع الجسم بالنسبة لجسم آخر أين يقع الجسم بالنسبة لجسم آخر أحسن طيب عندما نحدد الموقع هناك كلمة مرتبطة بالموقع وهي المسافة المسافة هل هذا الجسم يقع على مسافة كم من الجسم الأخر جئت يميني؟ هذا الجسم أو هذا المجسد يقع على مسافة كم من هذا الجسم جهة اليسار؟ طيب المسافة هي مقدار البعد بين جسمين أو مكانين طيب أشبال المسافة هي مقدار البعد بين جسمين أو مكانين لم نسجل بينهم ومسافة نستطيع أن نقول أن تقديرا أن المسافة بين الجسم رقم واحد والجسم رقم اثنين تقريبا حوالي عشرين سنتر رفع المحسن طيب إذا كبرنا المسافة قليلا نقول أن المسافة بين الجسم رقم واحد والجسم رقم اثنان تقريبا واحد متر ها؟ ممكن أقول أن المسافة التي تفصلني عن نهاية الفصل هي تقريبا خمسة أمطار طيب المسافة التي تفصل مالين ريال ومكة أوه ده مسافة كبيرة جدا تحسن بالكيلو متر أحسن تحسن بالكيلو متر إذا المسافة هي المقدار البعد بين جسمين أو مكانين وتكون وحداتها هي السنتيمتر إذا كانت المسافة صغيرة بين الجسمين المتر إذا كانت المسافة يعني المترسطة من صغيرة ولا كبيرة بين الجسمين الكيلو متر في حالة المسافات الكبيرة جدا وهناك أدوات نستخدمها لقياس المسافة المسافة يعني طول فأدوات قياس المسافة هي أدوات قياس الطول التي هي عبارة عن المسطرة أو الشريط المدرج شريط طويل مدرج نقيس به أطوال فسطة أطوال قرقة أطوال فنان المسطرة نقيس بها أطوال يعني أطوال كتاب مثلا كل شيء يعني إيه يناسب أن نقيسه بالسنتيمتر وليس بالسنتيمتر أحسن تحسن إذا فعندي المسافة من الكلمات المتبطة بالموقع مقدار البعد بين الجسمين أو مكانين تقاص بواحدات السفن متر والمتر والكيلومتر أدوات قياسها هي المسطرة المدرجة والشريط المدرجة أسنع شكرا من الكلمات التي قمناها في درس اليوم الموقع والحركة فهو الحركة الحركة هي تغير في موقع الجسد الحركة هي تغير في موقع الجسد فلو كان أنا الموقع هنا وقمت بسهزهتي قليلة تحرك من هذه النقطة نقطة البداية إلى نقطة النهاية التي توقف عندها عندما يتحرك هذا الموقع من نقطة البداية إلى نقطة نهاية أي تحرك من نقطة إلى نقطة هذا ما يعرف بالحركة أي أنه تغير من نقطة البداية إلى نقطة النهاية ولو جاز لنا أن نسمي نقطة البداية ألف ونقطة نهاية با فالحركة هي انتقال هذا الجسد من ألف إلى با الحركة هي انتقال هذا الجسد من النقطة ألف إلى النقطة با الحركة تضايب في نوضع الجزء. طيب تتحرك الاشكال في اشكال تسمى مصارات. تسمى مصارات. يعني اذا تحرك السيارة بسرعة خمسين كيلو متر في الساعة في اتجاه الشمال. في المصار اتجاهه اتجاه الشمال. او في المصار اتجاهه اتجاه الشرق. هذا ما يعرف بالمصارة. تتحرك الاشكال في اشكال وصارات مختلفة. وما ينتظر بين موقع والحركة والسرعة. ان الجسك اذا اتقل من مكان الى مكان ترتب عليه حركة. وترتبت على هذه الحركة ان الجسك تتحرك بسرعة. فما السرعة؟ السرعة وصف حركة الجسك سريعة ام بطيئة. وقياس السرعة تحقيق مقدار مسافة مع الزمن. اه برامبع اتحسن. نستطيع نقول ان السيارة تتحرك بسرعة تسعين كيلو متر في الساعة. اي ان مقدار مسافة التي تقطعها هذه السيارة في الساعة هو تسعين كيلو متر. هذا سيارة تتحرك اماني بمطء. وانا اريد ان اصل الى مكان سرعة. اقول ان هذه السيارة بطيئة. وصفي للسيارة السريعة. وصفي للسيارة البطيئة هو ما يعلم بالسرعة. لانا وصف الحركة الجسك. وصف الحركة الجسك. قياس السرعة يا شباب يتم تهديده بقياس السرعة. بالنسبة قياس مقدار المسافة مع الزمن. مقدار المسافة مع الزمن. فعندما نقول ان السيارة تتحرك بسرعة بمئة كيلو متر في الساعة. اي ان مقدار المسافة التي تقطعها السيارة في الساعة هي مئة كيلو متر. كده يا شباب. نكون وصلنا باهم نفائل نفس اليوم. الذي يتحدث عن الموطع والحركة. وتناولنا فيها كيف اصب موطع الجسك. الموطع ومكان جسك مقارن بجسك آخر باستعمال كلمات فوق تحت يسار ينين. المسافة هي مقدار البعد بين الاسمين او مكانين. ويستخدم البياس الى وحدات السنتيمتر والمتر والتينومتر. واداة كياسها هي المسطرة او شريط المدرج. الخارجة تغير في موطع الجسك. تتحرك الاشتراك في اشكال مصارات مختلفة. السرعة. وصول حركة الجسك سريعة او مضيئة. وقياس السرعة يتبقى تخدير مقدار المسافة مع الزمن. تخدير المسافة مع الزمن. كده نكون وصلنا لنهاية درس اليوم. تمنى ان نقوم على خير ان شاء الله في درس الجديد شيء من درس العلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة